مرحبا وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة كيف الحال؟ اليوم بدأنا على الدولار مع ضعفه ففيه أحداث كبيرة جداً التي ستحدث في العالم التي ستأثر على الدولار بطريقة سلبية وهذا الأمر طبعاً لمنفعتنا دعوكم على الآخر لدينا أسبوع حافل بأحداث وقبل أن أكمل هذا الفيديو إذا تستفيدوا من تحديثاتي لا تنسى إدعمني باللايك تشترك بقناة 3 سبسكرايب تحت وشكراً جزيلاً لك اليوم بدأنا مع أحداث البطالة في بريطانيا البطالة في بريطانيا ارتفعت ما يعني هذا الأمر؟ طبعاً هذا الأمر عادة يكون سلبي ولكن هذا كان إيجابي للباوند رفع الباوند أمام الدولار وهذا الأمر بدأ ينزل من قوة الدولار فهذا هو واحد من الأسباب الرئيسية لأنه اليوم رأينا انخفاض الدولار بالأسواق ولكن الأحداث اليوم ستنتهي لك لدينا أيضاً على الساعة واحدة بتوقيت السعودية أو على الساعة عشرة بتوقيت جرينيتش ستطلع معلومات الناتج المحلي بمنطقة الإتحاد الأوروبي حالياً من المتوقع أن يكون في انخفاض في هذا الربع سنرى انخفاض إلى 2.1% مقارنة مع الربع السابق الذي كان في 4.3% في حال هذا الأمر بجدد حقق ونرى انخفاض لمنطقة اليورو هذا الأمر سيضع في اليورو ما معلنا هذا الأمر؟ سيرفع الدولار فاليوم بدأنا مع حدث الذي كان سلبي للدولار وممكن أن نسكره مع حدث الذي هو إيجابي للدولار فهذه نرى بالضبط ما سيحدث على الساعة واحدة بتوقيت السعودية اليوم يوم الغد سنرى معدل التضخم للباوند بريطانيا على الساعة 10 الصبح بتوقيت السعودية من المتوقع سنرى ارتفاع من 10.1% إلى 10.7% بريطانيا طبعاً ارتفاع التضخم سيرفع من الباوند بريطانيا هذا الأمر سننزل من الدولار فهذا سيكون سلبي للدولار وإيجابي للأسواق وفي 17.11 سنكون لدينا معلومات التضخم لليورو بالاتحاد الأوروبي الذي نفس الشيء ارتفاع التضخم سيرفع من اليورو ونزل الدولار فكيفما ترون أسبوع حافل بالأحداث العالمية التي لها تأثير بشكل أو بشكل آخر على السوق الأمريكي وهذا الأمر سنعكس على باقي الأسواق العالم فمن جيدة نتبعها أيضاً نرى ما سيحدث معها حالياً الأحداث الكبيرة اللي يصير بأمريكا موجودة بمخيمين أول شيء بالمخيم السياسي اللي هو مثلاً مع اجتماع بايدن ورئيس الصين البارحة اللي طبعاً من جيدة نشوفه لأنه هذا أول اجتماع اللي نشوفه بين الرئيسين بوجهاً لوجه صرر لنا فترة هوقاً كأنه حاسين أنه في حرب باردة بين هاي الدولتين ولكن طلعوا مع شوية تفاؤل وتنام تفقين أنه لازم يشتغلوا مع بعض ومش ضد بعض بهالفترة إيجابية هذا الحدث وحل المشاكل والصراع الموجودة حالياً بين الصين وأمريكا طبعاً دائماً سيكون إيجابي للأسواق فهذه الشعور الإضافية للتفاؤل للعام القادم علينا والمخيم الآخر هو مخيم الفيدرالي كل يوم ويوم فيه فيدرالي واحد أو آخر اللي يعطيه حديثه واحد يدعم رفع الفائدة واحد ضد رفع الفائدة واحد يدعم أن الأمور عم تتحسن واحد يقولك لا مش معنى معلومات كافية فحالياً هذا التناقض الموجود من حديث لآخر اللي نتج فيه هو هاي الصورة السلبية اللي انت عم تشوفها حالياً بالسوق بالسوق الأمريكي بلشتها مع فيدرالي لقالك إنه من الجيد النزل الفائدة بالمرة القادمة وهذا الأمر رفع الأسواق بعد انت لقى فيدرالي آخر وقال لك حالياً لا معنى معلومات كافية ندعم هذا الأمر ونزل الأسواق لتحد هذا هو اللي صار للأسف حالياً فهذه المخيمين اللي عم بتتبعهن الأسواق اليوم في ساعة التصوير عم بتجاهز حالاً لا يوم أخضر بالأسواق كما شايفين S&P 500 رسل 2000 والناس ذاكمية موجودين بالأخضر فوق ولكن هذه الصورة ستتغير بسرعة لأنها هي صورة الفيوتشرز اللي بتعطينا صورة ما قبل افتتاح الأسواق المؤشر التجارة العالمي الفرايتوس بالتك اندكس انخفض من جديد بـ 5% اللي انخفاض اجي طبعاً نتيجة انخفاض تضخم بأمريكا وبعض الأنحاء الأخرى بالعالم وطبعاً الاجتماع بين الصين وأمريكا بين الرؤساء بآخر يوم مؤشر الفيكس أو مؤشر التذبب حالياً مرتفع خصوصاً مع معلومات الباوند البريطاني اللي ارتفع أمام الدولار والدولار كيفما شايفين حالياً انخفض وحالياً اسا موجود بقاع المية وست نقاط فحالياً اليوم إيجابي ولكن كيفما قلتلكه من التابع الدولار ما بعد الناتج المحلي بمنطقة اليورو عشان نشوف بالضبط لوين رح يتجه مع افتتاح الأسواق اليوم فهذا كان فاصل الأحداث العالمية اللي عم يتبعها نعم فيه أمور أخرى اللي عم بتصير بالعالم غير الكريبتو نعم حتى لو حاسين أنه بآخر فترة وكأنه بس على الأنم الكريبتو لا بالعالم فيه أحداث أخرى اللي عم بتصير اللي عم بتجهز الأسواق نحو أمور إيجابية ومش فقط سلبية أوكي بدون فلسفة إضافية هل تنظر على ما يحدث بالكريبتو؟ رأينا أحداث إيجابية البارحة خصوصاً مع اجتماع CZ الذي قالك أنه يريد أن يبني صندوق مالي ليدعم الأسواق السحلياً مع الأمور السلبية اللي عم بتصير تكون يعني مرجع على المشاريع المختلفة لكداعم مادي التي تستمر بشغله فهذا أعطي مؤشر إيجابي بالسوق ولكن طبعاً إنحيازه له بايننس كان واضح إنه بايننس فيش عنده قروض وامور مختلفة طبعاً هذا كان دعاية كلها لمنصة بايننس عشان تفرجوا أنه منيح والباقي عاطل ولكن التأثير واضح التأثير الناس عم بتتجه نحو بايننس وقته حالي وعم بربحهم وراها الشغلة البارحة نشرت لكم أفكار على ما يحدث حالياً بين المنصات للأسف نحن نستعمل كلمة منصات ولكن الكلمة الحقيقة يجب أن نستعملها هي البورصات لأنه لدينا حالياً جميع المنصات الكريبتو التي تداولها بسبوت تعمل مثل بورصة ليس تنظيم بناتهم كل واحدة تضع قوانينها الخاصة تعمل كيف يريدها بأموالنا وأمور مختلفة والتي تعمل كأنه مثل بورصة عادية بعالم الأسهم لدينا 60 بورصة فقط 60 بورصة كبيرة فقط بعالم الكريبتو لدينا 525 بورصة بوقت الحالي فلذلك يجب أن نرى محي إلى 90% من هذه البورصات لكي يكون تنظيم واضح القواعد والقوانين كيف يظهر على المنصات المنصات تسبب أموالي للناس وأمور مختلفة وهذا الأمر من الصعب يحدث إذا كان لدينا 500 بورصة بالسوق لذلك يجب أن تنظيف هذا التلويث الموجودة حالياً بعيداً عن هذا الأمر حالياً يوجد قلق من منصة هوبي منصة كريبتو كوم منصة غيت اي او نكسو وغيرها من المنصات اللي حولها فيه شائعات السحلية بالأسواق طبعاً إحنا كمستثمرين معاما سولية من الواجب علينا ننتقل للمحفظات الباردي ما تضلوش مع راس مالكو بالمنصات إذا بقيت بالمنصات هذا أمر خطأك أنت الوحيد وفقط المنصات دورها فقط للتجارة والمضاربة إذا أنت بعمل تخزن روح نحو المحفظات الباردي أو أي محفظة أخرى التي تعتبرها الأنسب بالنسب لك أوكي من ناحية الفنية هذه هي المعلومات الموجودة معنا لأنها كانت بالأخر فترة تخوف من استسلام المعدلين وبالفعل نرى ضغط بايع من طرف المعدلين ولكن الاستسلام كان فقط على نمط الجبيتهم وليس على نمط أفعالهم وشغلهم على الشبكة الواضح هو كالتالي أنها هاشرت بالبيتكون بمجدب قمم ساحلياً فحتى لو يوجد خوف من بايعه طبعاً بالأخر سيبيعوا لأنه هذا شغل هنا ولكن شبكة البيتكون كأمان بعدها مستمر بشغلها بطريقة فائقة فهذا أمر إيجابي جداً نرى من طرف التجار الصغار أو المستثمرين الصغار حالياً في عنا ارتفاع مثل البرابوليك ارتفاع صاروخي لعدد الناس الذين يشترون ويجمعوا بيتكون حالياً في عنا ارتفاع إلى 28 ألف محفظة إضافية 28 ألف شخص إضافة قرر يستثمر ببيتكون بالأسعار المخفضة هذا دائماً سيكون إيجابي بالمدى البعيد لأنه التبني هو المفتاح نوصل للاستقرار بالأسعار ويبتعد عن هذا التقلب السريع لأنه يوجد حالياً في الأسواق من طرف التضفق نحو المنصات أعرف مع ارتفاع الأسعار سنرى أشخاص يأخذوا أرباحين ويطلعوا بأسواق حالياً دخول صافة 8373 بيتكون على المنصات ولكن إذا نرجع للأورا قليلاً أكمل اليوم نرى هذا الإنخفاض الكبير حالياً نحن موجودين من جديد على مستويات سنة 2018 بعدد قطع البيتكون على المنصات وهذا الأمر دائماً من إيجابي نرى ونرى أقل عدد ممكن على المنصات لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي نوقف من تلاعبهم بالأسواق إذا طلع على السعر البيتكون يصبح خمس أيام على التوالي على الآن بهذه القناة بين 16200 إلى 17500 مرة تنزلنا تحته ولكن كان هبوط سريع وطلعنا فكلما نحن موجودين تحت 17500 دولار فنحكي عن إرتفاع كبير بالأسعار سيكون صعب نريد أن نرى إيجابية بالسوق التي تظهرنا من فوق هذه الأسعار بالجانب هذا الأمر كيف ترى السوق الهابط الذي شكلناه من القاع في شهر 6 بهذه السنة يعمل كالساعد البارحة مثلاً هبطة الأسعار بشكل سريع جداً وهذا السوق الهابط دعمنا ورى إرتفاعه بالسعر هذا يقول لي أن هذه هي منطقة جيدة لتعزيز فيها أنا حالياً عندي أمر لتعزيز في حالة رأينا هبوط إضافة على 15750 دولار أنا أضعه بالفاصلة أضع بعض الدولارات الإضافية لكي أرفعها من نسبة حقيقة الهدف فهذه هي أول نقطة لتعزيز بالنسبة لي في حال استمارة الإيجابية بالأسواق أخدان الأرباح ستكون على 17500 دولار بهذه النقاط أمر آخر من جيد أن نتابعه هو الرسي كيف ترى الرسي ثاني مرة على التوالي يجرد أن ينطلق من فوق السوق الصاعد بالرسي الذي يعمل كمقاومة يخرج من فوقه كل ما نحن مجزين من تحته هذا يعطينا ضغط إضافة إلى البيع بالأسعار في حال أن نرى إرتفاع من فوقه ونسكرنا الشمعة من فوقه هذا الأمر سيكون إيجابي جداً وهذا ممكن يفتح أبواب إرتفاع بالأسعار بشكل إيجابي أكثر بالسوق فالستراتيجية لم تغيرت عموماً بالبيتكوين بعد أن نمشي من نفس الحدود التعزيزات الأسوأ بالنسبة لي في حال 15750 مات لم نسك لدينا 15000 بالضبط منطقة جيدة للتعزيز وبعد ذلك نتحدث عن حدود 12 أكثر دولار في حال الأسوأ من ناحة الإثيريوم الصورة أفضل من البيتكوين في حالياً نحن موجودين من نفس القناة التي رأيناها في شهرين على التوالي في شهر 9 أو شهر 10 فبالإثيريوم سأشتغل ذلك أخذنا الأرباح على 1370 أول مرة ثاني مرة سيكون على متوسط 99 يوم وهو حالياً على 1487 سأخذها 1480 في حال رأينا إيجابية إضافية لا أعرف تطلع أخبار إيجابية من صين وأمريكا على سبيل المثال فالنقطة بعد أخذنا الأرباح سيكون على سوق نازل الهابث من القمة إلى اليوم اللي هو على 1600 دولار بطريقة سلبية خصوصاً إذا نزل اليورو ارتفع دولار وشفنا سلبية اليوم بالأسواق فنقطة جيدة للتعزيز سيكون على السوق الهابث اللي شكلناه من شهر 8 إلى اليوم اللي هو على 1200 دولار سيكون حالياً وبعدهم من أول جديد سيكون على 1000 دولار بالإثيريوم وهذه هي النظرة حالياً على ما يحدث بالأسواق وهذه هي تحديثاتي أتمنى أنكم استفدتم دعموني باللايك إذا استفدتم تابعوني بقناة عن طريق سبترايب شكراً لوقتكم ومع السلامة موسيقى